بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البدء أود أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى سماحة السيد عمار الحكيم وإلى الأخوة في تيار الحكمة على الاستمرار في إحياء هذه المناسبة التي أطلقها منذ سنوات السيد عبد العزيز الحكيم طابة راه وهي بلا شك مناسبة مهمة لأنها معنية بالدفاع عن المرأة وقضاياها بعيداً عن أجواء الاحتدام والصخب والتنازع ومن دون الالتفات لكل ما يثار أو يعترض طريق هذه المهمة الجليلة والعظيمة لأن الدفاع عن المرأة أمر تدعمه الشرائع والقوانين والغايات النبيلة فشكراً لهم وهم يحيون هذا التجمع الذي يجتمع تحت عنوانه هذا الحضور المميز من الرئاسات والبعتات الدبلماسية والمنظمات وجميع من يضع نصب عينه أنصاف المرأة وإكرامها الحضور الكريمة تحتفظ الذاكرة الإنسانية والتاريخ بالمواقف والأحداث الفارقة التي يتجاوز الكثير منها الحدود والمسميات الخاصة ليصبح تراثاً إنسانياً ينهل الجميع منه للتذكرة والاعتبار والاحتفاء ولعل الملاحم العالمية التي ما زالت الأجيال تستعيدها زمناً بعد آخر خير مثال على هذا الأمر وفي تاريخنا الإسلامي فإن حادثة كربلاء وما ارتبط بها من تداعيات تمثل إحدى أهم الحوادث التي تركت آتارها حتى اليوم ليس فقط بالنسبة للمسلمين بل لجميع الإنسانية لأن المعاني العظيمة التي تجسدت في تلك الحادثة برغم كل آلامها هي نفسها المعاني والمبادئ التي ما زلنا لليوم نضعها في تساتيرنا وقوانيننا وتعريفاتنا للمفاهيم التي تتمثل بالحرية والعدالة والمساواة والإنصاف ورفض الظلم وإذا كان الإمام الحسين عليه السلام ومن معه من الرجال الذين وقفوا بوجه جيش الظلم قد حسموا أمرهم باختيار طريق الشهادة فإن زينب بنت علي أخت الحسين عليه السلام جميعا كانت الشخصية المحورية الأهم التي تكفلت باستمرار موقف الإمام الحسيني وأصحابه إذ إنها عليها السلام تحملت من بعده مسؤولية رعاية النساء والأطفال طيلة فترة لهابهم في طريق السبي والأسر وهي برغم كل ما واجهته من مشاق ومصاعب لم تؤثر تلك المشاهد الدامية المؤلمة في روحها بل ظلت صامدة تأبل إنكسار والإنسحاب وما زالت كلماتها التي أطلقتها بمجلس الحاكم في الشام يتردد صداها حتى يومنا هذا بين تسليم لأمر الله ورغاً لمقاديره وبين تكرار لصيحات أخيها الحسين الهادرة بالوقوف أمام الطغيان والتجبر والتعدي وهو أمر ليس غريب عليها فقد تربت في بيوت الوحي والرسالة ونهلت من معين أبيها الصافي الذي حمل القرآن وتجسد في سلوكه القرآن الذي أفرد للمرأة مكانةً سامقةً واحترامًا يليق بها والشواهد على هذا كثيراً بين تأكيده على أن المرأة هي نصف الرجل الثاني والسكن الآمن الذي تطمئن له روحه وروايته لقصص الكثير من النساء تقديراً لقيمتهن التاريخية لهذا فإن السيدة زينب عليه السلام كانت جديرةً بحملة الكرسالة بعد أخيها وحين نتخذ ذكرى ذهابها في مسيرة الأسر إلى الشام يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة فإن هذا لا يعني بطبيعة الحال خدشاً في بسالتها وشجاعتها بل إن هذا الاستذكار تكريمٌ للمرأة وإعلاءٌ لمنزلتها التي أوصت بها الأديان والأعراف والأخلاق وهو ما كان لنا الشرف في تبنيه طوال فترة مسؤولياتنا السابقة وباشرنا به بعد شهرٍ واحدٍ من تشكيلنا لحكومتنا الحالية حين أطلقنا حملة ستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العنف الذي يتخذ أشكالاً وألواناً متعددة لا تتعلق بالتعنيف الجسدي فقط بل تتجاوزها إلى العنف النفسي والروحي من خلال قسرها وحرمانها من حقها في التعليم أو منعها من امتلاك زمام القيادة في المناصب الإدارية أو جعلها فريسةً للفقر والحاجة فضلاً عن عدم تمكينها لتؤدي مهامها الحياتية بما يتناسب مع مزاجها النفسي واستعداداتها الفطرية التي وهبها الله لها من دون تلويثٍ لهذه الفطرة السليمة في ظل ما نسمعه اليوم من دعواتٍ تحاول أن تقتحم خصوصيات المجتمعات وتهشم منظوماتها القيمية من خلال التسويق والتثقيف لمفاهيم وأفكار لا تتلاءم مع كل المجتمعات وهذا بطبيعة الحال لا يعني أننا ضد كل القوانين أو الاتفاقيات التي تعمل على تمكين المرأة بل أننا نسجل ملاحظاتنا على الذي يتعارض مع اتجاهاتنا ومساراتنا القيمية إن دعم المرأة ورفع الحيف عنها كان من بين أهم أولويات برنامجنا الحكومي الذي تمخض لاحقاً عن جملةٍ من القرارات والتوجيهات تخص المرأة مثل الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023-2030 التي أقرها مجلس الوزراء في شهر آذار الماضي وتعمل الحكومة على تنفيذها وتضمنت محاور للمشاركة والحماية والتمكين الاقتصادي والمحاور الاجتماعية لتتوّد جهودنا واهتماماتنا بنسائنا كريمات من خلال تفعيل قانون الناجيات الأيزيديات وشموله لجميع النساء التي تعرّبنا لأكشع أنواع الجرائم والظلم والتعنيف على يد عصابات تنظيم داعش الإرهابي إذ أن هذا القانون اتسع ليشمل كل المكونات وكل المضحيات من أمهاتي وزوجاتي الشهداء في جميع أرجاء الوطن ولدينا من القصص الكثير عن أمهات قدّمنا جميع أبناءهن شهداء في ساحات المعارك أيام التحرير وتطهير الأرض من دنس الإرهاب فكان هذا القانون إكراماً لصبرهن وصمودهن ووقفتهن مع الرجال في أحلك أيام العراق وأكثرها صعوبةً وخطرًا وهو ردٌ لجزءٍ يسيرٍ من دينٍ كبيرٍ نحمله في أعناقنا نظير التضحيات العظيمة التي قدّمتها نساؤنا للوطن وتفتخر حكومتنا في أن النساء يتصدّين اليوم للمشؤولية في أعلى المناصب التنفيذية ابتداءً من إدارة الوزارة التي تمثلها في حكومتنا ثلاث وزيرات واحدةٌ منهن تدير إحدى أهم الوزارات السيادية بالإضافة للمناصب العليا التي تتسنّب النساء الكثير منها فضلاً عن أن المرأة تتجاوزت اليوم ما يعرف بالكوتة النسائية في التمثيل البرلماني ليقترب عدد النساء من نسبة ثلث عدد أعضاء البرلمان بعد إن كانت تقف عند نسبة ربع عدد النواب وهو أمرٌ يدعونا للفخر والتفاؤل في أن دولتنا تحظى فيها المرأة بثقتنا جميعاً لتكون متصدّيةً في الجانبين التنفيذي والتشريعي لذلك فإننا نعاهد نسائنا العراقيات التي شاركن الرجال في المحن ومصاعب الحياة بأننا لن نتدخر جهدًا ولن نتأخر أبدًا في توفير كل ما من شأنه أن يحقق لهن الحياة الكريمة ويدفع عنهن الظلم ويجعلهن يرتقين إلى المكانة التي تليق بهن فلا إجحاف بحقهن ولا تمييز أو انحياز أو تنميط يجعلهن بمرتبةٍ متدنية بل إنهن شريكات الرجال في بناء العراق وهن الأمينات التي واصلن الليلة بالنهار في سبيل رعاية الأسرة التي تمثل نواة المجتمع فمسؤوليتنا تجاه المرأة وحفظ حقوقها مسؤوليةٌ إنسانيةٌ وأخلاقيةٌ قبل أن تكون قانونيةٌ أو تنفيذية فتحيةٌ لجميع النساء في هذا اليوم وبوركت كل الجهود التي تعمل على إنصاف المرأة وحمايتها ورعايتها وكفالتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة